بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور ينفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والسلم تسليما كثيرا أما بعد فنبدأ بإذن الله جل وعلا في هذا اليوم هذا الدرس الجديد نقصر aujourd'hui un nouveau cours بعد qu'avoir étudié ensemble رسالة للشيخ عبد السلام بن برجس رحمة الله عليه وصول التعوة السلفية استفدنا فيها ولله الحمد كثيرا استفدنا منها كثيرا Aujourd'hui نقصر هذه الرسالة المختصرة نصيحة لأهل السنة لأن الإمام العلام الشيخ مقبل بن هاد الوادعي رحمت الله عليه إمام في السنة إمام من أئمة هذا العصر رحمت الله عليه إليكي ستنصيحة pour سيفخار أهل السنة والمسلمون ils ont besoin التناصح فيما بينهم النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة الشيخ مقبل هذا الحديث qu'on lira ensemble إن شاء الله النبي صلى الله عليه وسلم il a appelé الدين النصيحة الدين صلى الله عليه و هذا الإمام رحمت الله عليه إليكي ستنصيح للأمام والإخوانه الهل السنة والطلابه رحمت الله عليه و هذه السالة للموختصر وتهل ترتى تهل ترجمة و هو الاختلاف أي للادس الانه رحمت الله عليه qu'il s'écarte du خلفي 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 كل شيطان كل شيطان الواجب سعيد كل شيطان كل شيطان والله الحمد shar tir والله الله عز احسنت الواقع الحمد نحن الحمد صلى الله عز يوم احسنت الواقع الواقع القرآن احسنت نحن احسنت الحمد علماء السنة وإمات الإسلام لكن الشيطان يفتط يفتط إلى الله سبحانه وتعالى pour diviser الأمة pour diviser أهل السنة خاصة لأن الشيطان وجنود الشيطان يسافت خميا أن الحق يكون مع أهل السنة والجماعة مع السلافيين يسافت خميا هذا الشيطان ويسافت خميا كذلك أن الاجتماع فيه قوة وأن الخلاف والتنازع فيه ضعف قال عز وجل ولا تنازعوا فتفشلوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب الريحكم أي قوتكم فالقوة لفاولة سوف يأتي بقوة بقوة فلهذا الكفر يسافت خمياه يساعدوا يسافت خمياه يسمعون ترجمة نانسي قنقر 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 On n'a pas le même niveau في العلم On n'a pas le même idrak On n'a pas le même Beaucoup de choses qui divergent هكذا البشر Ils ont été créés لكن Notre objectif Ça doit être de vouloir se rassembler Et s'il y a une divergence On doit savoir Comment se comporter هكذا أما Divergence في العقيدة والإلهي الحم On ne doit pas avoir de divergence في العقيدة العقيدة C'est des choses Les savants Ils sont unanimes Sur ces sujets والإلهي الحم هكذا في المنهج سولوك هاد المنهج النبوي Les choses sont claires On peut diverger Dans certains messahils de fiqh لكن Cette divergence Elle ne doit pas Nous diviser Et شخمقم هكذا Il va appuyer sur ce point Et il va conseiller Ses frères Et On a choisi de lire ensemble Cette رسالة On en a besoin Tous On n'est pas à l'abri Et On doit faire des efforts Pour s'unir هكذا الحق على الصواب Et bien sûr S'unir على كتاب الله Et Turgi quoran Et De la sunna كما قال جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا قال الشيخ مقبل رحمة الله عليه نصيحتي لأهل السنة قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا حدثنا يعقوب ابن ابراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا سيار عن الشعب عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فلقنني فيما استطعت والنصح لكل مسلم جرير رضي الله عنه صحابي جليل إلى في البيعة بايعت النبي قال أي لاتختي أليجانس أو بروفيت صلى الله عليه وسلم على ماذا على السمع والطاعة أي دو بيغ ادكوتي أو بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يُعجب دو بروفيت سيما استطعت أي وطاعة كتو فلا يكاليف الله نفسي للاوسلح سي المسلم يفترض للاوسلح يفترض إِلَا وَزَادَ النبي صلى الله عليه وسلم موان نُسح لكل مسلم إِلَا تِعْتَى أليجانس للاوسلح إِلَا 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 لكُتَيْتَيْا شَكْ مُسْلِم عن أبيك قال كانوا عن أبيه ينظر قال ورجوت أن يسقط عني رجلا قال فقال سمعت من الذي سمعه منه أبي كان صديقا له بالشام ثم حدثنا سوفيان عن سهيل عن عطا ابن يزيد عن تميم الدار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولي كتابه ولي رسوله ولي أئمة المسلمين وعامتهم حدث تميم الحمد لله محفوظ عندكم et on l'a étudié ensemble في شرح الأربعين النووية قال الحافظ ابن رجب رحمت الله عليه في جامع العلوم والحكم كتاب النفيس طلبات العلم ils doivent donner de l'importance à ce livre c'est l'explication des 40 نووية et il a rajouté 8 حدث رحمت الله عليه ça fait 50 حدث et il les a expliqués في هذا الكتاب النفيس c'est أفضل الشرح على الأربعين تواسع فيه قليلا لكن il a cité des فواهد طيب et il a cité la parole de l'imam Abu Amr Ibn Salah sur ce حدث حدث تميم الدين النصيحة قال الحافظ Ibn Rajab رحمة الله عليه قال أبو Amr Ibn Salah رحمه الله النصيحة كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادة وفعل تعريف طيب de النصيحة il traduce par conseil conseil l'imam Ibn Salah قال النصيحة كلمة جامعة سمو il englobe قال جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح أي celui qui conseille c'est الناصح المنصوح c'est celui qui est conseillé qu'est-ce qu'il veut pour celui qui est conseillé قال له بوجوه الخير إرادة وفعل il veut son bien لهذا il conseille لهذا النبي السلام رحمة الله il a expliqué الحديث بردسار et نحن 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 النصيحة للمسلمين ça veut dire quoi faire النصيحة pour tous les مسلمين إرشادهم إلا مسالحهم ils leur montrent c'est quoi leur مسالح المسلحة le pluriel مسالح c'est une chose que tu as besoin pour ton dîner ou pour donner بعض الناص ils ne savent pas il est où leur bien que ce soit pour dîner ou pour donner بعض الناص ils font des choses pour se rapprocher d'Allah et ils se font du mal للماذا الجهل فالناصح il va démontrer à son frère muslim التاريخ إرشادهم بإذن الله عز و جل إلى مصالحهم قال وتعليمهم أمور دينهم ودنيهم كذلك التعليم ça c'est من النصيحة فكام إخواننا المسلمين ils ont besoin de base في العلم معنى الشهادتين comment faire الصلاة comment faire الصيام comment faire الحج comment أدري Allah subhanahu wa ta'ala des choses très simples العقيدة ما يتعلق بالتوحيد mise en garde contre الشرك فالنصيحة ويغل بيان pour صنحة فالنصيحة 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 il lui donne des cours إلى آخر قال وَسَدُّو خُلَّاتِهِمْ وَنُصْرَتُهُمْ عَلَا أَعْدَائِهِمْ كَذَلِكْ سِتْتَنْفْخَرَ سِتْتَنْفَرَ كَمَا قَالَ نَبِي سَتْتَنْفَرْ وَنْصُرْ أَخَاقَ ظَالِمًا أو مَضْلُومًا حَدِثَ أَنَسَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ في الصَّحِيحة تُسْتَنْفَرْ 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 سِتْتَنْفَرْ سِتْتَنْفَرْ سَتْتَنْفَرْ لِنَا تُسْتَنْفَرْ لِنَا لِنَا تُسْتَنْفَرْ 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 وَنَسْتَنْفَرْ فَنَسْتَنْفَرْ كما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمنوا أحدكم حتى يحبوا لأخي ما يحبوا لنفسه tu dois aimer pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même أنت tu veux que personne te fasse subir d'injustice que personne ne prenne tes biens tu veux que les gens ils te respectent tu veux que les gens ils s'entraident avec toi نفسه فَسْكَ تُّاَمَتْ قُعْنَا فَسْكَ تُعْنَّ مُبْتَ plastِ يَنَنْثَيْثَ وَيَكَّرَى لَهُمَّاiersَ كَلْتَا وَيَكْرَى لِنَفْسِهُ أَوْوَاكُتَ ٹُقْنَا فَاسْكَ وَيَنْمَا وَسَقَ أَعْسَوَى إِرَيْسَ ثَثُ وَهَلَيْتَمَظْتِ وَلَمَنَ سَنْتَقِرِ في هذا المسلم فالمسلمون كالجسد الواحد كما سيذكر ربما الشيخ مقبل في الرسالة رحمة الله عليه قال وما شابه ذلك انتهى كلامه رحمة الله عليه أي كلام الإمام ابن الصباح رحمه الله